اشتركوا في القناة معربة عن أملها في أن يكون لهذه الخطوة أثر إيجابي على مناخ السلام والتعاون إقليميا ودوليا بدورها قالت الخارجية الأردنية أن المملكة ستظل تعمل بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء من أجل تحقيق السلام العادل الذي يشكل خيارا استراتيجيا أردنيا وفلسطينيا وعربيا كما رحبت المملكة المتحدة باتفاق السلام بين مملكة البحرين ودولة إسرائيل قال رئيس الوزراء البريطاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن القرار مرحب به للغاية معربا عن أمله بأن تقوم دول المنطقة بخطوات مماثلة للمساعدة في جعل منطقة الشرق الأوسط أكثر سلما كما رحب وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب بالخطوة التاريخية معربا عن تمنيات بلاده بخطوات مماثلة من دول المنطقة من أجل التقدم بعملية السلام من جهته أكد عضو مجلس الشيوخ الأمريكية السينتر الجمهوري لإنسيجرام أن هذا الاتفاق يضع الشرق الأوسط على مسار جديد من التعاون والتكامل